صباحكم صحة مشاهدينا وأهلا بكل من انضملنا بفقرة التغذية لليوم في حياتنا اليومية كلنا منتعرض للضغطات والتوتر لكن هل في علاقة فعلا بين التوتر والشهية للأكل وزيادة الوزن وكيف يمكن التغلب على الأكل لزيادة في حالات الانفعال الحديث أكثر عن الموضوع معنا أخصائية التغذية يافا فسوس أهلا وسهلا فيك معنا إنسان صباحك صباح جميل عم شاهدونا صباحك سعيد صباح الخير يافا في البداية خلينا نحكي عن موضوع التوتر والأكل لزيادة وزيادة الوزن هل في علاقة فعلية مثبتة علميا صحيح في علاقة لا يمكن إنكارها بين التوتر وزيادة الوزن وهون لازم نعرف أن التوتر لما نحكي توتر وزيادة وزن مش أي توتر لأنه إذا بدي يكون فيه إلو أثر على زيادة الوزن بيعتمد على مجموعة من الأمور منتطلع على أكثر من منحة منتطلع على مقدار التوتر كثير حتى إذا دراسات ربطت بين المدة الزمنية للتوتر وزيادة الوزن يعني إحنا ما منحكي عن توتر لحتى يأثر على زيادة الوزن توتر وقتي لحظة معينة فترة زمنية قصيرة إحنا منحكي أكثر لحتى يكون إلو أثر مدة زمنية نوعا ما طويلة كرونيك يكون متكرر وأيضا كمان كيف طبيعة استجابة جسمنا مع هذا التوتر من ناحية هرمونية وأيضا إحنا كيف نتعامل من ناحية سلوكية تغذوية مع هذا التوتر توجهاتنا لها كثير دول يعني مثلا على سبيل المثال في أشخاص بس يتوتروا شو بعملوا بروحوا بنفشوا بالأكل بتوجهوا لا يتناولوا كميات كبيرة من الطعام هون بصر المشكلة تناول كميات كبيرة في حالة التوتر لحتى يشعروا بالراحة فهون بصف في عنا احتمالية زيادة الوزن بس هم هل فعليا لما هم يأكلوا هاي الكميات من الأكل فعليا مثبت علميا أنهم هم عن جد يشعروا بالراحة صحيح الآن الشخص بهاي الحالة بلجأ في وسيلة هروب أو وسيلة تحكم بالتوتر بلجأتناول كميات كبيرة خاصة المشكلة أنه مش بس كمان بالكمية المشكلة كمان بالفود شويس بهاي الحالة بتوجهوا أكتر للسكريات للمشروبات الغازية الأطهمة فيها سكر كتير اللي بطبيعة الحال برفع هرمون السعادة عندهم فهيك هم بشعروا بالراحة وأنه توضعهم أحسن التوتر عندهم خف وبنفس الوقت هم عم بزيدوا سعرات حرارية وعم بيعملوا ضغط بجروا ضغط تاني من ناحية أخرى أنه خاصة الأشخاص اللي بيكون كتير موضوع الويت مانجمات موضوع التحكم بالوزن عندهم بشكل مثلا متحسسين أو يعتبر تارجت لإنهم خلال هاي الفترة أوكي ممكن بشكل لحظي أو بشكل فترة مؤقتة بشعروا بالراحة بعدين بدخلوا بضغط بس من نوع آخر فكتير مهم نعرف أنه إحنا أي توجه بدنا نتوجه وفيما يتعلق بالطعام لازم يكون عن وعي نعرف شو ناكل وأساسا طريقة أن نتوجه للطعام لحتى نتحكم بالتوتر هي طريقة خاطئة يعني إحنا لازم إذا كنا متوترين نتوجه لأمور أخرى يعني نتعامل مع الضغط بطريقة مختلفة تماماً ممكن نلجأ للرياضة للرياضة صحيح إحنا الرياضة أساسا بالوضع الطبيعي بتساعد أنه تخفف من التوتر مش بس كمان بديل أنه نتوجه عن الطعام برضو الرياضة بتساعد على خفض السعرات الحرارية خلال اليوم إنه منشعر صحيح نحن نشعر بالراحة فبالتالي ما منضطر إنه نلجأ لإطعام لحتى نخفف التوتر الممكن يحصل جواتنا إحنا حكينا إنه في مراحل التوتر أو الضغط النفسي إحنا منتجه للأكل فإحنا منسمي الأكل الانفعالي هذا اللي هو ننتجه عن انفعالاتنا كيف ممكن نتحكم بهذا بالأكل يعني لازم نحكي أو نفسر أكثر عن زيادة الوزن والأكل الانفعالي وكيف ممكن إحنا نتجنب هاي الأمور يعني إيش الأكل اللي ممكن إحنا نتوجه له إيش نوعية الأكل اللي ممكن ناكله إيش النظام الغذائي يعني لما نكون معصبين مثلا أو متوترين إيش مش كل إشي بيكون بوجهنا لو نعطي هاي الأمور نحك فيها صحيح الأول شغلة بنا نعرفها نكون وعين نستحضر الوعي عنا إنه أنا متوتر مشجعة كتير مهمة أنا هلأ بحالة توتر مش بحالة طلب للطعام وهي أول نقطة كتير مهمة لأنه الشخص كتير منه حتى فيما يتعلق بهاي الفترة أجواء شتوية الشخص ما بشعر أصلا بالرغبة لشرب المياه فإش بتوجه بتوجه للطعام فإحنا أول شي بكل الأحوال سواء كان توتر أو شو ما كان الغرض بدنا نستحضر الوعي عنا إنه إحنا مش جعانين إحنا في عنا مشكلة ما بدنا نحلها بطريقة معينة خاصة بهاي المشكلة فأول شي بدنا نعمله إنه مثلا ممكن نتوجه للرياضة على سبيل المثال الرياضة اليومية تقريبا نصف ساعة كتير بتساعد لحتى نحلق سعودات حرارية نحافظ على المناعة جسمنا على كفاءة الأجهزة عنا بالجسم وأيضا كمان لحتى نخفف من التوتر وردو كمان ممكن نتحكم بهذا الوضع من خلال نخلي وجباتنا خلال يوم ساعتين إلى ثلاثة مش نركن على وجبة واحدة في اليوم أو وجبة تاني يعني نقسم الوجبات نقسم الوجبات بطريقة منتظمة ما تكون مرة واحدة بس بردو هل بدنا نحكي إنه كيف ده تكون الوجبات مش نقسم الوجبات يكون ووجبات كبيرة طبعا تتكون وجبات صغيرة على طول اليوم موزعة بردو كمان النوعية بدنا نهتم لنوعية الطعام إحنا من نتناوله وبالمناسبة في أطعم معينة كمان بتساعدنا على تخفيف التوتر يعني مثلا على سبيل المثال هون زي ما إحنا موجود شايفين في عنا أطعمة ملون أصفر وبرتقالي الأطعمة اللي بيكون لونها أصفر وبرتقالي بتكون غنية فيتامين سي كتير في دراسات ربطت بين فيتامين سي وصحة نفسية وتخفيف أو تخفيض التوتر عند الشخص فإحنا دائما ممكن نتوجه للخضار مثلا السلطة نتوجه أكتر لمسلا السلطة الملونة الفلافل الملونة بيكون فيها ألوان كتيرة بيكون فيها مضادات أكسدة أكتر الجزر في فيتامين أي فيه كمان دائما إحنا منشجع البطاطة الحلوة خاصة في هاي الأجواء للطاقة وبنفس الوقت لأنها بتساعد على إنها تخفض التوتر لأنها بتحتوي على مغنيسي ومتحتوي على فيتامين سي كمية كبيرة غير فيتامين أي فعين جميعها برضو بتساعد على تقليل التوتر عند الشخص كمان الفايتامينز تحديدا بي فيتامينز بي فيتامينز كتير بتساعدنا لحتى أول شيء تعمل انيرجي بروداكشن تعطينا طاقة خلال اليوم وأيضا كمان مربوطة بالصحة النفسية بتساعد على تقليل التوتر وإحنا طبعا يومها بشكل عام لا يخلى من التوتر غير لسا الأحداث الحالية إحنا فيها إن شاء الله بنتمنى السلامة للجميع فالإنسان لازم يكون منتبه لهاي الأمور مثلا الشوكولاتة الداكنة الشوكولاتة الداكنة كتير ناس بتحبها مفيدة الصحة النفسية فيها مغنيسيوم فيها مضادات أكسد كتير عالية لازم نتحدث عن كميات صح؟ صحيح لأنه سعرات الحرارية يعني ممكن حتى تتجاوز بكتير أحيانا الشوكولاتة كمان البيضة هلأ هي قيمتها الغذائي كتير عالية بصبرت سعراتها عالية فبنا نأخذها إن مودريشن باعتدال يعني كافي ماكسموم تلاتين غرام باليوم ما نزيد هذا إذا نأخذ كميات يعني إلى حد ما نعتبرها كبيرة كمان الشاي الأخضر الشاي الأخضر جداً ممتاز للتوتر يعني أنا داماً بشجع الشاي الأخضر والشوكولاتة جداً مع بعض رائعين ممكن الأشخاص اللي مثلاً الكافي الأهوة الصباحية لو أخذناها مثلاً مع قطعة تورك توكلت تعتبر ممتازة ولكن القهوة كمية بسيطة لأنه القهوة لما تكون كميات كبيرة وكثير في أشخاص خلال هاي الفترة لما يكونوا متوترين بميل وأنهم يشربوا كميات أكبر من القهوة فهذا طبعاً خطأ لأنه إذا كان الكافيين نسبته عالية بالجسم بالدم راح يخلي الجسم بحالي من الانفعال فالقهوة إن مودريشن كمان بتساعد أن الشخص يتحكم بانفعالاته بالتوتر الممكن يحدث تدخل حسناً حكيناً إنه هاي الفيتامينس نقدر ناخدها من الأكل أكيد يعني موجودة في كثير أكل وفي نظامنا الغذائي الأصلاً اليومي بس في كثير ناس بدل جاء للمكملات الغذائية اللي إحنا مثلاً هي بتكون يعني بنجيبها من الصيدلية وبناخدها حسناً لو بالأساس بنا نركز ونحنا لازم ناخدها من الغذاء بس لو أخذناها من المكملات الغذائية هل هي بتخفض نسبة التوتر؟ تمام هلا في جملة كتير مجوهرية حكتيها تفضلتي إنه لازم يفضل إنه ناخدها من الغذاء غذاء أنا يكون كامل متوازن تمام في جميع المجموعات الغذائية فما بنا يحتاج أن نتبجها للمكملات لكن في أشخاص بيكون عندهم نقص معين فبطرهم يأخذوا مكملات ولازم يأخذوا مكملات تمام بي كمبليكس في كتير أشخاص بيكون عندهم نقص ممكن نحكي لهم إنه ما في مشكل إنهم تأخذوه خاصة لإنه إحنا مشكلتنا إحنا مش بس بالتعامل بتناول وخاصة إحنا بفلسطين الشعب العربي بشكل عامل ميديتيريان ضايت حمية البحر الأبيض المتوسط كتير دراسات بتشيد فيها وتدعو الناس في كل أنحاء العالم يتوجهوا لها لكن إحنا مشكلتنا بطريقة الطهي إحنا منطهو الطعام منحب إنه يستوي كتير بضلوا على الغاز يغلي كتير بتعرضها درجات حرارة عالية مشكلة بي بايتامنز إنها بالحرارة بتتكسر فإحنا بنخسرها يعني على سبيل مثال الفليفلة كتير إحنا مثلا الفليفلة الملونة بناخدها طازة يفضل على الغاز كمية مدة زمنية طويلة يعني إلا بد بدنا نطبق الطعام في أكيد طبيق لازم ينطبق عشان إنه يكون مهيئة لتناول الطعام أو إنه إلا لأكل صحيح إنه هيك فإحنا نشط نعمار بهاي الحالة منخلي مدة زمنية قصيرة وبنفس الوقت درجة الحرارة ما بتكون عالية فإحنا منحافظ قدر الإمكان على محتوى الطعام من هاي الفيتامينات والمعادن وكتير منركز على فيتامين منركز على فيتامين سي هون كمان بالسبليمنت للمكملات الغذائية أوميغا ثري الأشخاص يعني إحنا دائما أوميغا ثري كوينما بتروح بتل إدراسات علمية أوميغا ثري والصحة النفسية وسلامة الخلايا الجسم كمان مقاومة مصميها الفري راديكالز اللي هي المركبات الضارة اللي بتضر خلايا الجسم فبتعبل حتى مشاكل قلب وبستعمل سكري وبتعمل ضغط دام وكمان مربوطة بالسرطنات كمان ضعف الجهاز المناعي مربوط برضو بهاي بفري راديكالز موجود بكميات كتير كبيرة بزيت السمك تمام موجود كمان بالسالمن لأنه الفاتي أسد اللي فيه كميتها كتير عالية وبرضو التركيز فيها كتير عالي الأشخاص اللي ما باخدوا كميات كتير كبيرة أو كميات خلينا نحكي موصة بها من السمك وفضل يكون مرتن بالأسبوع فبإمكانهم يتوجهوا لفيتام الزيت أوميغا ثري لأنه راح يساعدهم برضو في مجال الصحة النفسية أو يتحكموا بالتوتر طيب إحنا بنعرف إنه دايماً في ناس حتى بالتوتر بالمرة ما بتاكل وفي ناس لأ بتقولك أنا بفش غلي بالأكل كيف لما نفسر هدول الحالتين علمياً؟ هذا بيعتمد أكثر من جانب بيعتمد أول شي على البرسوناليتي للشخص يعني فيه أشخاص هكومة بيحبوا بس يتوتروا حتى ما بيحبوا يحكم على ناس بالمطلق وفي ناس لأ بنفشوا بالطعم فهو بيعتمد على البرسوناليتي للشخص بيعتمد كمان كيف استجابة الجسم هرمونياً يعني فيه ناس بشعروا بالراحة لما يتناولوا كميات أكثر من الطعم فيه ناس لأ بصر عندهم انقباضات حتى بأعصاب المعدة فما باستقبلوا أي شيء فبيعتمد على استجابة الجسم هرمونياً والشخص هو نفسه كيف برضو يدرب نفسه أو كيف يدرب كيف التعامل مع الضغطات بالحياة عنده هذا برضو كمان موضوع تدريب يعني الشخص بده يتعب على حاله في هذا الجانب كمان فيه إلو دور هو نفسه كيف يدرب سلوكياته استجابة جسمه إلا دور فيها كمان كتير كبير طيب لو نحكي هيك نصائح بشكل سريع وإرشادات للناس اللي بيصيبهم توتر وبتوجهوا للأكل عشان ما يزيد وزنهم تمام أنا بدي أحكي أنه الطعام هو حاجة وهو متعة صحيح بس إحنا ما بدنا نتوجه للطعام بطريقة يعطينا نتائج عكسية يزيد الضغط الموجود عنا لتناول الطعام بوعينا بس لما نكون بحاجة للطعام احتشارنا بالضغط نلعب رياضة هيك بنضرب عصفرين بحجر بنفرق طاقة النفسياتنا بتتحصل وبنفس الوقت بنحرق سعرات حرارية وننتبه دائما نكون طعامنا متوازن نطهد طعام بطريقة صحية مش درجات حرارة عالية منذ الثمانية طويلة وأخيراً السلطات تكون معنا بالوجبات أو الخضار ونركز على اللي بتكون برتقالية صفرية عشان فيتامين سي بيكون فيها كثير عالية عشان منعتنا وعساس كمان التوتر خصائيات التغذية أفل فاسفوس شكراً على كل هاي المعلومات القيمة وأكيد احنا محتاجها بشكل يومي وفي حياتنا اليومية شكراً لإلك كثير وشكراً لوجودك معنا أهلاً طبعاً هيك مشاهدينا من كنوصلنا لنهاية فقرتنا لليوم أكيد بتجدد لقائنا معكم الأسبوع المقبل في موضوع جديد ومعلومات جديدة اشتركوا في القناة